تاني حاجة بقى علشان في ناس هجمتنا الفترة اللي فاتت ان احنا يقولك ان احنا بندلع العيب احنا هنا يعني في الستوديو بندلع العيب طيب ماشي نيجي كده على السنة اللي فاتت او السنة الموسم اللي احنا فيه ده بالموسم اللي فاتت لان الموسمين دخلوا في بعض ما اخدناش اي راح طيب اللعيبة دي اللي بتلعب كل يومين ثلاثة مباراة كل يومين ثلاثة مباراة ولما كان بيتأجل لها هتقول لي ما كان بيتأجل لها ماتشات ما لما كان بيتأجل لها ماتشات كانت بتلعب في بطولات تانية لو فاكرين كنا بيتأجل لنا ماتشات دوري بنلعب في افريقيا بيتأجل لنا ماتشات دوري بنلعب في كاس العالم الاندية بيتأجل لنا ماتشات دوري بنلعب في السوبر الافريقي يعني إحنا لعبتنا ده لو ما كان كان الجاي يعني مش قادر لازم برضو لازم برضو نفكر الموسم ده عد على اللعيبة إزاي نفكر اللعيبة دي دخلت كامبو طولة من شهر أكتوبر اللي فات وكسبو كامبو طولة من شهر أكتوبر اللي فات نفكر حضراتكم مرة تانية بصوا قبل ما نتكلم في الموضوع ده أنا مع حضراتكم إن إحنا نزل بنزعل إحنا بنزعل إحنا تعودنا في النادي الأهلي على كده مش واخدين على التعاد مش واخدين على التعاد إحنا طول عمرنا كده ولكن في الفترات دي في الفترات دي جمهورنا هو السند والدعم الأول لنا في الفترات الصعبة دي نيجي بقى للبطولات اللي لعبها النادي الأهلي من السنة اللي فاتت اللي هو كملنا فيها السنة دي ونشوف اللعيبة دي عملت ايه اللعيبة اللي بعض الجمهور بيهاجمها دلوقتي انا عارف ان ده زعل ولكن في الوقت الصعبة اقف وراهم في الوقت الصعبة لازم ادعم اللعيبة دي لان هم محتاجين الدعم هم محتاجين دلوقتي المسندة من جمهور النادي الاهلي هم محتاجين كده دلوقتي دخلوا السنة اللي فاتت بطولة الدوري أول بطولة هي كاس بطولة الدوري بعد كده كاس مصر كاس بو كاس مصر يمكن قبل كاس مصر كان فيه بطولة أفريقيا كمان خدنا أفريقيا وكسبنا كاس مصر وروحنا دوحة كاس العالم خدنا ثالث كاس عالم ودي تعتبر بطولة انك تاخد ميداليا البورنزية في الظروف الصعبة دي دي بطولة خاصة بعد كده السوبر الأفريقي برضو خدوا اللعيبة دي بعد كده اللعيبة اللي بتنسل نادي الأهلي نادي الأهلي يعني بعد كده دخلنا في بطولة أفريقيا الثانية حتى يعني أكتر الناس المتفقلة قالت يا سلام بس احنا عايزين ايه نوصل للفاينل ومجرد وصلنا للفاينل النادي الأهلي بياخد البطول ماشي وصلنا للفاينل وخدنا البطول بقى احنا دخلنا أربع بطولات خدنا الأربع بطولات يعني نسبة النجاح كام مية في المية نسبة بمين بنفس اللعيبة دي اللي بعض الجماهير بتهجمهم فترة اللي فات أو اليومين ثلاثة اللي فات تتكلم عن هم هم اللعيبة اللي دخلوا أربع بطولات جابوهم والخمسة جابوا ثلاث كاسة عالة جابوا ثلاث كاسة عالة يبقى نسبة نجاح اللعيبة دي مية في المية طيب لما أجي ألعب في الظروف الغير طبيعية ديت والموسم الصعب والشغل جدا 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 على لعيبة النادي الأهلي وجهز النادي الأهلي جهز الفاني ممكن يحصل أخطاء طبعا ممكن يحصل أخطاء عادي ممكن يحصل أخطاء هل في الظروف دي ممكن تكسب على طول أنا بقولك لا حيبقى ممكن يبقى فيه وقع ممكن يبقى فيه تعادل عادي إحنا مش من نوع اللي إحنا بنخبي ولا بنداري ولا نحط وشنا في الأرض ولا إن إحنا نتجهل الأخطاء اللي بتحصل لا بنلمس عليها بنقولها ولكن لما باجي أقولها في أسلوب أقول بي الأخطاء دي أنا مش عايز أهمي اللعيبة مش عايز احبة اللعيبة التوقيت ده التوقيت ده كلنا بدون استثناء لازم نوقف ورا فرقة الندي الآخر لازم نوقف ورا فرقة الندي الآخر دي المرحلة الحاسمة فيه الدوري المصري الممتاز إحنا أه كانت الأولوية أو الأفضلية الأول لندي الزمالك وبعدين إحنا كاننا ماتشات متأجلة لما لعبنا الماتشات المتأجلة بقينا إحنا بفرق الأهداف والموجات المباشرة بفرق الأهداف ملوش علاقة فالقواط المباشرة ولكن ولكن عادي وممكن يحصل أن أنت تقع مباراة بس دي مش نهاية المطاف دي مش نهاية المطاف إحنا بنتكلم أن أنت طول ما فيه لسه مباريات يبقى لسه فيه أمل أن أنت تاخد البطولة ده وضع طبيعي إحنا عندنا الماتشات شفتوا حضراتكم خلال السنة دي كلها يمكن ملعبناش ماتشين ثلاثة على بعض بأي مواحدة إصابات كورونا غيابات وده وضع طبيعي لما بيه فيه ظروف صعبة كده وضع طبيعي ده يحصل وضع طبيعي أن أنت ممكن ممكن ما تكسبش كل الماتشات ممكن تقع في المبارات ممكن تقع في المباراتين لأن الظروف صعبة جدا 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 من أصعب المواسم اللي مرت على لعيبت النادي الأهلي عادي وبعدين خلي بالكم إحنا في الفترة في الفترة ودي قلناها الاستوديو اللي فات لما مستر كارتيرون طلع قالك إن أنا لقاءاتي في الآخر هتبقى مع فرق بتصرع على الهبوط ونسي إن النادي الأهلي في الفترة اللي هو كان اللعيبة في المنتخب الأولومبي ولعيبة النادي الأهلي كان فيه مش هقول مش هقول كام واحد أساشي إذا نسي الناس سألتلي المرة الفاتر انت كلمت عن خمسة ستة ثلاثة أساسيين في الفرق أو أربعة أساسيين الفرق يعني بتتكلم تقريبا على قريب النص التين الظروف دي مش هيلعب فيها نادي الزمالك في الآخر على مستر كارتيرون لما قال الكلام دو انت مش هتلعب مع الفرق دي في الظروف دي اللي لعب فيها النادي الأهلي مع الفرق دية النادي الأهلي لعب مع الفرق دي من غير الفرقة الأساسية بتاعته أو ثلاثة أربعة لعيبة من الفرقة الأساسية بتاعته إحنا نسيين الماتشات اللي عيبها النادي الأهلي والكل مريح والمنتخب الأولومبي كانوا ياخد لعيبة النادي الأهلي ومنهم محمد الشنوي وأكرم توفيق وطهر محمد طهر وصلاح محصن أنا بحكلم على تلاتة أربعة الأساسيين بس مش هكلم على الستة سبعة إحنا نسينا الحاجات دي والنادي الأهلي لعب الماتشات دي وشوفنا الفرق عملت ايه معاه الفرق اللي هي الصغارة اللي تحت اللي هو مستر كارتينو ما قالك ما فيش تكافؤ الفرص بعد كده لنادي الأهلي حيلاعب فرق خلاص ما عنداش أي طموح لأن الاتحاد الكرة قاتل الطموح بتاع الأربعة القوى أو الثالث والرابع اللي هم هيمثله مصر في الكونفودرالي وهو ما شافش الجدول طبعا وإحنا نتكلمنا فيه مش هنتكلم تاني وهو حيلاعب الفرق الصغيرة دي وإحنا لعبنا الفرق الصغيرة دي وراء بعض أربع ماتشات وراء بعض الماتش الأخير كانت لعيبة أن المنتخب الأولوم بيرجعوا بس كانوا رجعوا أول ماتشنا النهاردة فالوضع الطبيعي عشان فرق التوقيت كانوا أخدين راحة برد فالفترة دي اللعيبة أكيد عليهم حاجات معينة لازم ينفذوها من ضمنها أن أنا أركز أن أنا أكسب كل مباراة